على انتهاء إن شاء الله تفضلوا بسم الله الرحمن الرحيم كنا يا إخوة قد تكلمنا بحمد الله وفضله على ثمانية من أصل تسعة مدود لا غنى لقارئ القرآن الكريم عن معرفتها وهذه الثمانية هي المد الطبيعي ومد البدل ومد العوض والمد المنفصل والمد المتصل والمد اللازم ومد الصلة بنوعها ومد العارض للسكون وبقي علينا المد التاسع والأخير وهو مد اللين كما تفضل الدكتور محمد حفظه الله مد اللين يختلف عن المدود الثمانية التي مرت معنا سابقا يا إخوة بأن حرفه يختلف عن حروف تلك المدود الثمانية فإن المدود الثمانية السابقة كان حرفها اسمه حرف المد وهو عبارة عن الألف والواوي والياء السواكن المجانس لها ما قبلها بأن تكون الألف ساكنة وقبلها مفتوح الواو ساكنة وقبلها مضموم الياء ساكنة وقبلها مكسور أما بحثنا اليوم مد اللين فإن حرفيه يختلفان عن الحروف الثلاثة السابقة فإن في اللغة العربية شيء اسمه حرف اللين وهو شبيه بحرف المد ولكن يختلف عنه قليلا حرف اللين يا إخوة لقب أو اسم نطلقه على حرفين في لغة العرب وهما الواو الساكنة المفتوح ما قبلها والياء الساكنة المفتوح ما قبلها إذن هما حرفان واو وياء سكن كل واحد منهما وأتى قبله فتحة لو أتى قبل الواو الساكنة ضمة لكانت حرف مد لو أتى قبل الياء الساكنة كسرة لكانت حرف مد جاء قبل كل منهما فتحة فصار اسمه حرف اللين إذن نلاحظ على الشاشة بعد قليل حرف اللين ما هو؟ حرف اللين هو الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما الواو والياء الساكنتين المفتوح ما قبلهما مثال ذلك مثلا بالنسبة لحرف الواو كلمة سوء سوء أو سوء نلاحظ بأن الواو ساكنة وقبلها مفتوح أيضا مثال آخر قوم قوم الواو ساكنة وقبلها أيضا مفتوح الصيف نلاحظ بأن الياء في كلمة الصيف ساكنة وقبلها مفتوح والليل أيضا نلاحظ بأن الياء ساكنة وقبلها مفتوح وسمي هذان الحرفان بحرفين لين لأنهما يخرجان بيسر ولين من غير كلفة إذن هذان هما حرفاء اللين يا إخوة حرف اللين هما الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما هما مادة المد التاسع والأخير من المدود القرآنية ما هو هذا المد التاسع اسمه مد اللين وتعريفه مشابه تماما لتعريف المد العارض للسكون وهو المد الثامن الذي كنا قد تكلمنا عنه أذكركم به كما قال الأخ معاذ هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بينما هنا في حرف اللين نقول هو أن يأتي حرف اللين وبعده حرف ساكن سكونا عارضا لاحظوا التعريف هو هو وإنما هناك نقول حرف المد وهنا نقول حرف اللين إذن نلاحظ على الشاشة بعد قليل تعريف مد اللين كما ذكرته لكم فمد اللين هو أن يأتي حرف اللين وبعده حرف ساكن سكونا عارضا وذلك نحو خوف عند الوقف عليها نوم أيضا عند الوقف عليها لاحظوا بأن الواوى ساكنة والنون قبلها مفتوحة قريش لاحظوا بأن الياء ساكنة وقبلها فتحة لا ضير الياء أيضا ساكنة وقبلها مفتوح طبعا لابد أن نسأل كم حركة يمد هذا المد نلاحظ على الشاشة بأن مد اللين يمد بمقدار حركتين أو أربع حركات أو ست حركات لكل القراء إذن نلاحظ يا إخوة الشبه الكبير بين مد اللين وبين المد العارض للسكون ذاك تعريفه هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا وهذا هو أن يأتي حرف اللين وبعده حرف ساكن سكونا عارضا ذاك يمد حركتين أو أربع حركات أو ست حركات وهذا أيضا يمد بالمقدار نفسه وأمثيته ذكرتها لكم ممكن أن أسأل بعض الإخوة معنا عن الصفحة التي قرأناها الآن منذ قليل أخ عبد الله الصفحة التي قرأناها الآن هل لك أن تخرج لنا منها مد لين واوي يعني بمعنى واو ساكنة قبلها مفتوح نعم المثال في الصفحة في كلمة فرعون نعم كدأ بآل فرعون عند الوقف عليها قف عليها لو سمحت كدأ بآل فرعون نعم إذا لاحظنا كيف مد أخونا عبد الله صوته في كلمة فرعون فوقف عليها أربع حركات أخونا هتان ممكن تبحث لنا في الصفحة التي قرأناها عن مد لين يائي يعني ياء ساكنة وقبلها مفتوح كما في قولي تعالى العين من قولي يرونهم مثليهم رأي العين حال الوقف إذن يرونهم مثليهم رأي العين عند الوقف عليها قف عليها لو سمحت يرونهم مثليهم رأي العين إذا لاحظنا كيف مد أخونا هتان صوته في كلمة العين أربع حركات وكان يستطيع أن يمدها أيضا ستة حركات أو أن يقصرها كما يفعل في الوصل هذا هو مد سهل بسيط ما فيه صعوبة لكن بينه وبين العدد للسكون كما قلت لكم علاقة ما هي هذه العلاقة وماذا ينبغي على القارئ فيها بحوله تعالى نذكر ذلك في الحلقة القادمة بإذنه تعالى إن شاء الله وبهذا نكون قد تكلمنا على المدود التسعة لعلنا إن شاء الله نفرد حلقة لمراجعة المدود التسعة وإن كان بعض النسيان قد طرأ عليها عند بعض الإخوة المشاهدين فننفض غبار النسيان عنها بحيث تكون تعاريف هذه المدود التسعة ماثلة في الزهن حالة قراءتنا لأنه لا غنى لنا عن معرفتها جميعا هذه المدود التسعة حالة قراءة القرآن ولا يغني معرفة بعضها عن بعض ولا يضير الجهل بغيرها لأنه لم يعد هناك غيرها إذا وجدتم في بعض كتب التجويد أسماء أخرى غير التسعة التي عددناها فليست نوعا من أنواع المد وإنما هي لقب من ألقاب المد تجدون ببعض كتب التجويد مدى الفرق ومدى التمكين وأسماء أخرى هذه ألقاب يا إخوة وليست أنواعا من أنواع المد هي لابد أن تأول إلى واحد من التسعة التي ذكرناها لكم وصلى الله على سيدنا شكرا لدفتر أيمان وبرك الله بكم وبهذا نكون قد ترجمة نانسي قنقر